هذا وقال الفرنسا إنها قلقة للغاية من تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها إيران وقد دعت الخارجات الفرنسية في بني الله الأمن العمد للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إلى تقديم تقرير شامل عن عملية الإطلاق أكد فرنسا أنها ستبحث مع شركائها ولسيما في أوروبا سبرا وقف نشاط إيران المزعزة على الاستقرار في مجال الصواريخ الباليستية